الحرب التي أشعلت حرائقها المشيشيات الحوثية في الداخل والخارج تتوقف عجلتها التخريبية عن تدمير المنجزات التنووية بل امتدت إلى إفقار المستقبل من خلال خلق بيئة طاردة للاستثمار الدراسات المعنية بالوضع الاقتصادي المنهار في اليمن تؤكد مع كل جديد في مسارات الترد الاقتصادية دور الحرب التي أشعلها الحوثيون في تدمير البيئة الآمنة للنشاط الاقتصادي وخاصة حركة الاستثمار حيث تسببت الإجراءات الحوثية بهروب ما يزيد عن المليار ونصف المليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في اليمن خلال سنوات الحرب الأرقام التي كشفت عنها دراسة حديثة أصدرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي تشير إلى أن سوء الإدارة ومحاولات الميليشيا الحوثية السيدرة على مفاصل النشاط الاقتصادي دفعت رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى مغادرة اليمن باعتبارها بيئة غير آمنة للاستثمارات وهو ما أدى إلى تحكم ميليشيا الحوثي بمفاصل النشاط الاقتصادي وتحويلها إلى مصادر لتمويل حروبها العبثية وعناصرها القيادية الدراسة التي مولدت اليونسيف تقدر حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي هربت من اليمن إلى الخارج بمتوسط بلغ 217 مليون دولار سنوياً خلال الفترة من 2014 إلى 2021 بالإضافة إلى توقف عشرات المشاريع الاستثمارية وعزوفها عن الاستمرار في مجال النفط والاتصالات ومقاولات التشييد والبناء وما صاحب ذلك من هروب رؤوس الأموال المحلية الدراسة أكدت أن اليمن كانت قد حققت تقدماً كبيراً في استقضاب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة 2000 إلى 2013 حيث بلغ متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى اليمن سنوياً 197 مليون دولار كما حققت اليمن أعلى قيمة تدفقات استثمارية في 2008 بمتوسط بلغ مليار 555 مليون دولار مراقبون رأوا أن حرائق الفوضى الخلاق السادفة المسار التنموي من خلال استداف البيئة الجاذبة للاستثمارات والضامنة لأمن نشاطاتها في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي ويشير هؤلاء إلى أن حركة الصدوى المسلحة على الشركات ومؤسسات الأعمال من قبل المليشيا تزايد حجماً بعد استشهاد الزعيم علي عبدالله صالح أواخر العام 2017 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر